انا بقول لحرك هو اللي صنع تاريخ بالفعل سوارس حقق رقم قياسي اه ليه او سوارش او سوارس اللي ندلوقتي مختلفين في في النطق في بكالة اربع اشكال في نتول ساويرس نعم نجيب ساويرس وسامح ساويرس وفي نتول ساويرش وفي نتول سوارس ونتول سوارش هو قال سوارش لانه في البرتغال بقى ثلاث النطق اهو نحن كون لنا قبل ميجي قبل المؤتمر الصحف نكون لنا سوارس فهو اسمه سوارش يا جماعة خلاص هل نستقر ريكاردو سوارش فانا بقول لك هو حقق صنع اللي نفسه بمطش واحد مجد ما حققهوش في 17 سنة يعني 17 سنة سوارش لم يتأهل الى انهاء كأس على مدار 17 سنة مدار تاريخه التدريبي حققه في مباراة واحدة معنات الاهل يعني 17 سنة بالنسبة لكوم ومطش معنات الاهل لكوم تاني عارف انت يقول لك الاهل اللي عادي جنب السور ياخد بطوله وممكن يعني في المطش اللي جاي وممكن قريبا متحقيق بطولة فقال من 15 اما نقول لك في الكاس اول بطولة في حياته بعد 15 يوم تدريب خد بالك انت بتقول اول مرة في تاريخه يوصل في الان اه نقول لك 17 سنة الانجاز اللي عمله انه هو في تاريخ مداره في 17 سنة عمله في 90 دقيقة في الناد الاهل فانه هو بالتأهل الفضائي اكيد انه هو اللي استفاد اكتر من الناد الاهل فانه اتمنى ان هو يكون مدر بيضيف للكورة المصارية ان الكورة المصارية اصبحت مفيش مواهب مفيش اي حاجة تقدر تقول انا بقولك مفيش عندنا حد تقدر تقول صفخة صوبر هتلقى كل اللعبة يعني مفيش اللعب متفائل لشاء يعني الراجل متفائل بيه يعني حاسس مساعدة انت بيجيلك انت باع اول يعني انت بتشوف شخص اول ما انا اتكلم مثلا انا قدمك لا اول مرة ممكن تقول والله الراجل ده لا بفت الراجل ده بيتحت انا اختلف معك انت شفته بس لما عمل كده اصباعه قلت الراجل ده حازم هو الاهل خدالك بيقعد يشربنا حاجات عارف انت قابل بييجي بس انا شايف انه هو يعني ايه التركيز على فكرة يا بص يعني فيه برضو الالة الاعلامية يعني ايه يعني حتى يعني تركيز او اه النهاردة شفت قوة شخصيته لما تكلم لا شفت لما قال للعب ده تخشي لا ولما سلم على الدكت تخشي شمال وفا ولما سلم على الدكت بعد الجول او ايوه فكل حركة دلوقتي شفت ده نتمنى النجاح لكن انا بقولك هو المستفيد من الناد الاهلي مش الناد الاهلي مستفيد منه انا عاوز ان تدخلنا على موضوع فكرة انه هو دلوقتي انه المدر احنا في مصر فكرة الاستعانة انت ما بتدورش على السفل دي ولا حاجة تقولك والله يا كابتن مانويل جوزي شوف لنا مدرب حتى عندك كده يكون على مزاجك كده وصايا منك كده تشوفه فتجيبه طب فين المعايير فين الاختيار لا اللي قال لك انه عنده معايير برضو لا ما انا بقولك ايه هي المعايير برضو اللي قال لك انه عنده معايير يبقى صغير في السن انه هو يبقى عنده طموح مش لازم يبقى صاحب انجازات بس يبقى عنده طموح يبقى شخصية قوية يبقى شخصية منظمة وهم شايف في يا سيد محمد هل دي كلها عبرات مططة قولي يعني طموح ازاي طموح ازاي انا الصفات اللي قلتاء فيها دي انا اقولك انا هو يعني مش اقولك حد من المدربين انا شخصية طموحة وشخصية هروح اضرب اطراح اضرب يعني الفريق اللي هو جيل في سانتي ده كان مش موجود على الخريط هو قدر ان هو يخليه يوصل بيه مركز خامس يشارف مثلا في بطولة الموت ما هم من لا شيء فيه فرق بين انت فريق بيجي مدرب امكانيات وانه هو ما فيه مدرب احنا عندنا مدربين في مصر بيجيب فريق بيهبط من الدرجة التانية وبيطلع بيه في الدرجة يقول طبعا انا عرفنا المدربين كده انا عرفنا علي مهر ازاي وعرفنا احمد سامي ازاي يعني انا ما عاوز هو علي الكابتن علي مهر ما عندوش ضموح ما عندوش الكابتن عمد النحاس ما عندوش الفكرة ففكرة انه اختر على المعايير لا النفس اللي حصل مع المنتخب الوطني دلوقتي ان انت حازم امام ونبه حازم بركات شوف لنا حاجة على النقاوت عينك ده لأ ده انا كل يوم بيجي لخبر من الشباب ما فيش اسم جديد النهاردة كان اخر اسم من يا جماعة انا نسيت وحتى ما قلتوش والله وهو كان هما اللي حالين بيتكلموا على اوزيبيو ده في حتى اوزيبيو اه وبتكلموا عن مدرب المكسيك السابق ده وفيه هو مدرب برضو اللي هو اسباني ده في حتى الماني جديدة والمشكلة لو تفتكر اسم محمد من اسبوع كانت حالكور اعلى انه خلال 72 ساعة هيعلن النهاردة قالك هايكو هيرلت هيرلتش هيرلتش